معنا هاتفيا من إسطنبول متخصص في الشعن السوري سيد ياسر نجار مرحبا بك أستاذ ياسر إذن معد واشنطن لها الدراسات ذكر أن إيران تستخدم ما سمها تكتيكات غير عسكرية لزيادة نفوذها في سوريا ما المقصود بذلك؟ مساء الخير أهلا حقيقة إيران كما تعلمون بدأت بمشروع تغلغ ضمن المرساحات السورية ما قبل الثورة السورية وكان من أهم أسباب أو من أحد أسباب الغليان المجتمعي هو عملية تسهيلات التي تمنح باتجاه ما يعرف بآل البيت أو طرح مبدأ التشيع الذي كانت تحاول قوة ناعمة من خلال الملحقية الثقافية الإيرانية أو السفراء الإيرانية المتواجدة في دمشق كانت تحاول أن تبسط نفوذها عبر حهوزات علمية متواجدة في مناطق وشراء بعض الولاءات من بعض العشائر العربية الفقيرة أو الضعيفة كانت تستغل هذا الأمر ما بعد الثورة بدأت إيران تنحو بمنحة الأقوى وهي بدأت تشعر نفسها بأنها ستحبت فضل على بقاء النظام السوري نظام بشار الأسد وبالتالي أصبحت بيدها مفاعل كثيرة ومن أهمها هي كانت تشعر أنها هي التي كانت تدعم من خلال المال الإيراني ومال الشعب الإيراني تدعم بقاء وجود نظام الأسد وتدعم وجود ميليشيات مدعومة من قبل إيران هي التي تساهم على إبقاء هذا النظام كل هذا كما ذكرنا عبر مال النفط الذي كان من المفترض أن يتغذبه أو يدعم الشعب الإيراني حاليا وصلنا إلى أن إيران بدأت تشعر بعملية تضييق عليها على المنحة العسكري وبدأت تشعر أن أيضا المسار العسكري بدأ يكلفها المبالغ الطائلة وخصوصا بعد سلسلة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية فبدأت إيران تنحى منحة جديد وهو منحة القوى النعمة بدأت تشتري العقارات بدأت ترتبط اقتصادية مع النظام عبر اتفاقيات اقتصادية طويلة المدى وهذا ما ذكره التقرير أستاذ ياسر قال إن إيران لجأت كما ذكرت إلى ما سمها سياسة القوى النعمة لتمكين سطوتها في سوريا إلى أي مدى إذن أثرت هذه القوة في تغيير التركيبة السكانية في سوريا بتصور إيران عندما أرادت أن تتدخل مجتمعيا بدأ تركيز انتباهها على ما يعرف بالأقلية الشيعية التي كانت بالنسبة قليلة جدا متواجدة في مناطق النفوذ السورة أو مناطق المحررة أنا أتكلم عن الفوعة وكفرية بالنسبة لريف إتلب والنبل والزهراء بالنسبة لريفين حلب هاتين المناطق الأربعة بدأت تشعر هذه المناطق على أنها تتبع بشكل إداري وبشكل مباشر إلى النفوذ الإيراني لم يعد يعنيها أي ارتباط بمنظومة الحكم أو حتى بأي سياسة إدارية مرتبطة بالنظام السوري هذا من جانب أخر أنا بتصوري إيران عندما أرادت أن تسيطر على المناطق الحدودية ما بين المناطق العراق والسورية بدأت تركز بشكل كبير جدا على أن تشتري العقارات وأن يكون لديها نفوذ في إعادة الإعمار وشراء الولاءات وحتى فرضت الأذان بصرغة الشيعية على المنطقة التي لا يوجد فيها أقلية الشيعية سابقا إذن إيران تفهم على أن التغيير الديمقراطي هو الذي يضمن استمرار نفوذها في هذه المناطق ولكن لماذا غضى الطرف لتمكين هذا النفوذ الإيراني أم أن القوى العظمى أرادت لهذه التغييرات أن تمر؟ يعني بتصوري القوى العظمى لا تنظر إلى هذا المنح إلا عبر تمكين إيران لفترة من الفترات ومن ثم تستطيع أن تضغط عليها من هذا الجانب وإيران تقرأ المشهد بشكل زكي على أنه لا يؤثر سلبا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو حتى الدول التي تتدخل بالملافر السوري بشكل مباشر أنا أتكلم عن روسيا على وجه التحديد والولايات المتحدة الأمريكية وحتى تركيا لم تجد كل هذه الدول بالتعامل حول القضية المذهبية هي تشعر أن النفوذ إيران يمكن أن يكون مفيدا فترة ما ومن ثم يتم تقييده وضغطه أنا أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية لطالما استثمرت الفزاعة الإيرانية والقضية المذهبية بالنسبة لدول الخليج وكان هذا الأمر يضمن لها استمرار نفوذها بسبب سيادة المخاوف الدول العربية أما بالنسبة لتركيا فهي ترى أن العلاقة مع إيران هي علاقة اقتصادية أكثر منها هي علاقة لها دور من ناحية مذهبية أو من ناحية دينية لذلك أنا بتصوري إيران تقرأ المشهد عبر هذا المشروع بشكل ذكي جدا في حين أن الدول التي تتعامل مع إيران لا يهمهم أو آخر ما يهمهم هذا الصيغة شكرا جزيلا كامل إسطنبول متخصص في الشأن السوري سيدي أسر النجار